دكتور عمار لا عوائق قانونية اليوم أمام شعلان الكريم فبالتالي هل سنذهب إلى الجولة الثانية للتصويت على رئيس للبرلمان أم ننتظر البت اليوم بشرعية ما جرى في نيسان هناك دعوتين كانت في المحكمة الاتحادية على السيد شعلان الكريم الدعوة الأولى هي بطلان عضوية الشيخ شعلان في مجلس النواب العراقي والدعوة الثانية هي بطلان ترشيحه لرئاسة مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية هذا اليوم ردت الدعوة الخاصة بالبطلان عضوية الشيخ شعلان الكريم بمجلس النواب العراقي وهناك الدعوة الثانية أجل البت بها إلى يوم 1.4 الأول من نيسان القادم هذا للتوضيح بالنقطة الأساسية لحد هذه اللحظة موضوع ترشيح الشيخ شعلان الكريم ووضع الشيخ شعلان الكريم بان واضح جيد أن الشيخ شعلان لا يمتلك أو ليس هناك تجاهه أي مصوخ قانوني يمنع ترشيحه سواء لرئاسة مجلس النواب العراقي خصوصا وأن المحكمة التميزية في 2014 بقرارها 140 كان لصالح الشيخ شعلان الكريم وليس مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة وحتى القانون حضر حزب البعث لعام 2016 الشيخ شعلان الكريم ليس مشمول بأي إجراءات تخص هذا القانون أيضا لذلك الواضح أنه هناك استهداف لترشيح الشيخ شعلان الكريم وهناك عدم رغبة بأن يكون الشيخ شعلان الكريم رئيسا لمجلس النواب العراقي واللي كان واضح منذ الجلسة التي رشح فيها الشيخ شعلان الكريم لعاسة مجلس النواب وحصوله منذ الجولة الأولى على أكثر من 150 صوت 152 صوت بالتحديد وهذا أعطاه الأرياحية بالدخول إلى الجولة الثانية والفوز برئاسة مجلس النواب العراقي كل هذه الأمور هي منذ 2014 وشيخ شعلان الكريم ليس لديه أي شائبة قانونية لديه علاقات سياسية ممتازة لديه عضوية مجلس النواب في 2010 أيضا الآن كان عضو مجلس النواب منذ 2021 دورة الأخيرة لماذا لم كنتم تحريك أي شيء خلال الفترة الماضية لماذا عندما رشح وفاز بالترشيح بدأت تثار هذه التسارات هذا أيضا يضع علامة استفهم لكن كرؤية وكتوقع حتى القرار القادم للمحكمة الاتحادية سيكون في صالح الشيخ شعلان الكريم إلى ماذا تسعى لربما الكتل السياسية من وراء ذلك دكتور عمار خاصة والبعض يتحدث اليوم عن إبقاء هذا المنصب بالوكالة من جهة ممدى دستورية ذلك ومن جهة أخرى كما قلت لك ما هي الغاية من كل ما يجري؟ يعني أولا المنصب رئاسة مجلس النواب نعرف جيدا هو استحقاق سياسي منذ تشكيل العملية السياسية ومنذ الدورات السابقة هو للمكون السني وهذا المنصب مهم جدا أعلى سلطة تشريعية في البلد وأيضا رقابية تعرفين جيدا مجلس النواب هو يدمج بين السلطتين التشريعية والرقابية أيضا عملية التأخير يعني يوصل رسالة ربما تكون سلبية للأطراف السياسية أنه هناك تأخير في حملية لأن هناك نقطة مهمة جدا المحكمة الاتحادية ورغم أن الكتل السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لكن عدم إعطاء المحكمة الاتحادية لأمر ولائي بمطلان الجلسة التي تنبيها الترشيح لرئاسة نونسي سنوب هذا يوصل الرسالة بأن الحكم سيكون أو القرار سيكون بعدم بطلان الجلسة التي تم فيها اختيار رئيس مجلس النواب أو المضي في عملية اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي فهذا طبعا قلت لك يوصل رسالة ربما تكون سلبية لدى الأطراف السنية بأن هناك عملية تأخير في منح هذا الاستحقاق أو المضي بهذا الاستحقاق السياسي اشتركوا في القناة